اتفاضل يا أبو عبد الله ней الله حي يا شخص شباب 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 احترم الفقر يا شباب واحد منكم سوا فقرة لو احترمتاي عياء ما هي؟ كمّل يا أبو عبد الله أنا قَعدا أعطيكم الإيجابيات الان مال إيجابيات؟ وجود أبو عبد الله هذا أنا مدرب لا أنا أعطيك أنا أعطيكم إيجابية هذه هي جبيلة أولى جبيلة أولى كذا على طرف علم أبو عبد الله أحمد حجز هو مسمع بالله عدل أعدل التوثيك حق ترى ما يوصل المعلومات هو عنده تأخر أسلم أسلم الإيجابية الأولى بصراحة يعني أحبت أنت أحمد أسلم 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 أعطري مشي وراك أبرزيقا تفضل أبو عبد الله أبرزيقا نجمة ماي لأبوها كله لا تحرم نفسك حبيبي روح حبيبي والله أحب التوفيق أسلم السلام عليكم السلام السلام يا لمرض السلام الإيجابية الأولى بصراحة يعني بكل أمانة وكل مصداقية هي وجود القامات الإعلامية مثلكم ومشاركتكم لإتحاف الجمهور هذه إيجابية لحالها لا يمكن يعني لو لو لا الله ثمها البرنامج ودعوة الشباب لنا أن نشارك فيه ممكن ما نلتقي ولا نقدم اللي قدمناه ولا يعني نبي نقدم اللي بنقدمه لسه باقي عندنا نحن راح الآن 22 يوم باقي 38 يوم لأيام القادمة هذه بإذن الله في أشياء كثيرة يعني نقدمها حتى لما تنقضي هذه الأيام الشباب الموجودين مع بعض بيعطونكم محتوى جيد فيه تكاتب فيه فيه هدف أنه نحن نقدم أثر طيب للمجتمع حل نقدم رسالة هذه الإيجابية الأولى فيعني أنا شاكر ومقدر الإيجابية الثانية نحن قلنا الأولى طبعا أننا جمعتنا مع النجوم الرائعين مثل برزيق مثل فالح الإيجابية الثانية هي إتاحة الفرصة فهنا تعالي عبر منصة مثل منصة القناة الواقع أنا أتكلم بكل شفافية أنا أتكلم بصدق فإنه يتيحت لك فرصة عبر منصة مثل منصة قناة الواقع أنك تقدم فيها ما تطمح له يعني هدفك في حياة فهذه تراها إيجابية وفرصة لك يعني هم أعطونا فرصة ونحن نستغل لناها فهذا كان واجبنا نحن نستغل الفرصة السلبية تمام ما السلبية شوف أنا والله بأمانة يعني وكن معك صادق مش موضوع هذا لكن ما في سلبيات والله سلبيات في مظنية تحتاج أنها تتغير أو في شيء سلبية يجب أن تذكره ما في سلبيات أنا ما أرى أنه في سلبيات سلبيات حايد يقولها ما في ما في شيء السلبية اللي تطرح وتتلافى من الإدارة أو من القناة فهمت علي ما تذكرها خاص انتهت لأنها انتهت سلبيتها لكن تتكلم أنا ما الحمد لله لما يكون في سلبيات نحن نقول ترى في شيء يأثر مثلا سواء مثل ما قالوا الشباب على موضوع لوكيشنات أو شيء ذلك فهي تلافى فهذه ما تعتبر سلبي خاص لأنهم تتجاوبون معك فهذه معناتها إيجابية فأنت علي لكن ما في سلبيات ولا بالعكس والله ظهوركم جدا مميز طرحكم جدا ممتاز التنوع اللي بينكم جدا ممتاز أشياء جد أنا أشوفها بالعكس والله خليط جدا 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 ناجح فأنا ما عندي سلبيات الكرم صراحة ترجمة نانسي قنقر